دع المشاركون في أشغال ندوة الاقتصاد الأخضر بالمغرب استراتيجية مكافحة التغير المناخي والاتفاق الأخضر الأوروبي الجديد التي نظمتها مؤسسة اليونس كلوب الدولية المنطقة 416 المغرب إلى اقتصاد أخضر دامج وعادل ومستدام نحن على استعداد تام ليس فقط لتحييد الكربون في صناعتنا بل وخفض الفاتورة الطاقية للصناعيين الذين سيصبحون أكثر تنافسية الأمر يشمل أيضا على جانب الشماعي يتم إعداده بمعية المجتمع المدني الذي تتعين مواكبته برنامج الاتفاق الأخضر الأوروبي الجديد فرصة كبيرة للمغرب لأنه يجمع في الآن ذاته بين تقليص غازات الاحتباس الحرارية وخلق فرص الشغل المملكة التزمت بالتحول الطاقي وتحييد الكربون ما سيمكن من استهداف السوق الأوروبية بمنتوجات خالية من الكربون المشاركون في الندوى شددوا على دعم القطاع الفلاحي المغربي لاعتماد تقنيات جديدة تمكنه من تقليل بصمته الكربونية خاصة عبر تعزيز وتكثيف التمويلات الخضراء في التنمية الفلاحية المستدامة النقاش تمحور حول المعايير الجديدة للكربون وتأثيرها على الاقتصاد المغربي وخاصة الفلاحة بفضل هذه المعايير سيتمكن المغرب من تطوير فلاحة أقل إنتاجاً للغازة الدفئة المجتمع المدني الذي يعد عاملاً أساسياً لتحقيق التنمية يتعين أن يحتل مكانة مهمة في تنفيذ استراتيجيات ومشاريع الحكومة في مجال التنمية المستدامة وثمت علاقة جوهرية بين جميع المشاكل البيئية ومظاهر الفقر لأن هذا الأخير يحدث أحياناً بسبب الاختلالات البيئية اللقاء الذي حضره متخصصون وشخصيات من أفق مختلفة شكل مناسبة لمناقشة مواضيع عديدة ذات صلة بالاقتصاد الأخضر والبيئة اشتركوا في القناة